أخي، ماكو جدية، ماكو جدية، إحنا عندنا حقل وحكاز هو من أكبر حقول العالم أنا قرية دراسة مفصلة عن الحقل، الحقل يبدأ من حدود الموصل إلى حدود سوريا هذا يعتبر واحد من أكبر حقول العالم في الغاز هذا إذا فتح، مو كل واحد بالرمادي المفروض يصبح عنده مارسدلس كل واحد بالرمادي يصبح عنده هليكوبتر هذا يغطي كل حاجة المنطقة وحداً أوروبا لكن أكو إيرادة ضده شركة كوريا جدت بدأت بالعمل به، فتحت حفرة تسعين بأر وتم اختطاف الشركة من قبل تنظيم القاعدة ولما الراحدة يتفاوض أحد المقاولين، قال لي يا شخصياً قال لي، قال لولي، إحنا ما نريد فلوس حتى ننطيك المختطفين أخذهم بدون فلوس، إحنا نريدك تبطل تشتغل واضحة لعدة ولعلمك في زمن صدام أثناء الحرب العراقية الإيرانية اشترط الاتحاد السوبيتي في وقته الشيوعي على صدام أن يزود بالسلاح في الحرب العراقية الإيرانية مقابل أن ما يحفر حق العكاس لأن روسيا كانت تتخاف من هذا الحقل فإذا عندك ناس يشيلون بطرياك على مدير الظنون إيران هؤلاء يطلعون غاز؟ لا، ما يخلون ولا يخلون ولا يخلون تروح على أي بديل السعودية أبدت استعدادها لإعطاءنا غاز ما يقبلون، ما يريدون أن تعاملون يا سعودية المترجم للقناة من مشكلة كذلك ترجمة نانسي قموة المترجم للقناة